كوريا الشمالية تعلن أنها في حالة حرب مع كوريا الجنوبية بيونج يانج وفي بيان نشرته على كل مؤسساتها الرسمية أكدت أنها ستتعامل مع كل القضايا بين البلدين بحسب بروتوكول زمن الحرب في أول رد لكوريا الجنوبية على تهديدات الشمال صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع تهديدات كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية مثل قولها إنها في حالة حرب معنا غير مقبولة أبدا لأنها تمس بأمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية كوريا الشمالية كانت قد هددت بحرب شاملة ضد الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بعد إقرار الأمم المتحدة لعقوبات جديدة ضدها على إثر إجرائها لتجربة نووية ثالثة بيونج يونج أكدت أن أي استفزاز من كوريا الجنوبية سيقود إلى حرب نووية في المنطقة